درسنا لليوم سوف يكون الجزء الثاني من درس عبارات أساسية في اللغة الإنجليزية وهذا الدرس سوف يكون ضمن سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر إن لم تكن قد شاهدت الجزء الأول من هذا الدرس فأدعوك لمشاهدته قبل مشاهدتك لهذا الدرس لأن درس اليوم سوف يكون تكملة لذلك الدرس ففي درس اليوم سوف نتعرف على عبارات أساسية أخرى في اللغة الإنجليزية سوف نتدرب مرة أخرى على طريقة نطقها الصحيحة وطريقة كتابتها الصحيحة أيضا وأيضا سوف نتعرف على بعض الكلمات أو بعض العبارات التي غالبا ما نلاحظ أنها تتكرر بشكل كبير مثلا في الأماكن العمومية أو في المقاهي أو في المتاجر وما إلى ذلك فلنبدأ درس اليوم إذن الآن سوف نتعرف على عبارات للتوديع مثلا كيف نقول إلى اللقاء أو مع السلامة عبارة أساسية جدا ستكون مخصصة مرة أخرى للمبتدئين في اللغة الإجليزية لدينا عبارة مشهورة مشهورة جدا وأظن أن الجميع يعرفها لكن فلنتعرف عليها ولنعرف طريقة كتابتها الصحيحة لأنني غالبا ما ألاحظ أن الكثير يخطئون في كتابة هذه الكلمة فركزوا على طريقة كتابة هذه الكلمة وطريقة في نطقها وهذه الكلمة تعني وداعا أو يمكن أن نقول مثلا ويمكن أن نترجمها ترجمة تقريبية كما نقول في اللغة العربية مع السلامة إذن يمكن أن نقول goodbye أي مع السلامة أو يمكن فقط أن نقول bye اختصار لكلمة goodbye يمكن أيضا أن نقول good night لكن لحظة هذه العبارة نقولها فقط إن كنا مثلا نريد أن نقول لشخص ما تصبح على خير أو نريد أن نودع شخصا في وقت المساء حسنا إذن نقول good night وهي كما نقول في اللغة العربية تصبح على خير أو ليلة سعيدة يمكن أيضا أن نقول see you رددوا معي تعني ترجمة تقريبية مرة أخرى إلى اللقاء أو أراك سي يو إلى اللقاء أو أراك يمكن أيضا أن نقول see you soon كما تلاحظون نفس العبارة لكن أضفنا كلمة جديدة وهي كلمة soon أراك لاحقا أو أراك قريبا هذه العبارات ترجمتها للغة العربية هي فقط ترجمة تقريبية لأن همنا الوحيد هو تعلم هذه العبارات في اللغة الإجليزية وليس ترجمتها الحقيقية أو تقريبية في اللغة العربية حسنا يمكن أيضا أن نقول see you later see you later see you later وهذه العبارة تعني أراك فيما بعد أو أراك لاحقا see you later see you later أو see you later باللهجة الأمريكية يمكن أن نقول see you later later see you later أو يمكن أن نقول have a nice day have a nice day have a nice day كما نقول في اللغة العربية طب يومك أو يوم سعيد have a nice day have a nice day أو يمكن أن نقول have a good week end have a good week end وتعني عطلة نهاية أسبوع سعيدة وهذه العبارة طبعا نستعملها في نهاية الأسبوع عندما نريد أن نودع مثلا صديق عمل أو صديق في المدرسة وما إلى ذلك نقول have a good week end عطلة نهاية أسبوع سعيدة الآن فلنتعرف على عبارات شائعة قد تراها أو قد تصادفها في حياتك اليومية مثلا في الشارع أو مثلا في أماكن عمومية كما قلت في متاجر أو في مستشفيات وما إلى ذلك كما تلاحظون لدينا هذا الرمز أو هذه اللافتة التي غالبا ما نصادفها في المتاجر وفي المستشفيات وهذه اللافتة تدل على كلمة exit exit رددوا معي exit exit وتعني مخرج أو خروج أو منفذ الخروج لدينا أيضا هذه اللافتة التي غالبا ما نراها أيضا في المتاجر الكبرى emergency exit emergency exit emergency exit وتعني مخرج الطوارئ emergency exit لدينا أيضا هذه اللافتة وغالبا ما يكون مكتوبا عليها no entry no entry no entry فإن صادفت مثلا هذه اللافتة مكتوب عليها no entry فاعلم أنه ممنوع الدخول لهذا المكان عبارة نرى أنها تتكرر بشكل كبير وهي كلمة gentle man gentle man gentle man وتعني رجال ولدينا أيضا كلمة ladies ladies وتعني نساء ladies لدينا أيضا لافتة أو عبارة نرى أنها تتكرر بشكل كبير في المصاعد مثلا أو في أبواب الإلكترونية إن صح القول وهي هذه العبارة أو كلمة push وتعني ادفع occupied 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 وتعني مشغول أي أن ذلك المكان ليس شاغرا أو ليس متاحا أي مشغول occupied ولدينا أيضا لافتة غالبا ما تكون في اللون الأخضر ويكون مكتوبا عليها كلمة vacant vacant they can't they can't أي أن ذلك المكان الذي تريد الدخول إليه هو مكان متاح وشاغر يمكنك الدخول عكس occupied لدينا أيضا هذه اللافتة يكون مكتوبا عليها private 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 وتعني خاص private ولدينا أيضا لافتة مشهورة وتتكرر بشكل كبير خصوصا في المحلات أو المطاعم أو الفنادق إن صدفت هذه اللافتة مكتوب عليها كلمة vip فهذه الكلمة هي فقط اختصار لجملة very important person very important person حرف v very حرف i important وحرف p person أو people وتعني شخصية مهمة جدا أو أشخاص مهمين جدا وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم أتمنى أن يكون قد نهن إعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم إلى اللقاء في درس قادم